مع كل انشغالات العراق ومؤسساته بقضايا الاصلاح وتلبية حاجات المواطنين الا ان الحرب على الارهاب من فكت جوهرا حاسما في سياساته وعمله من هنا جاء التأكيد القوي لرئيس مجلس الوزراء عدل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية ايرنسولبرغ الزائر الى بغداد على ان النصر العراقي على الارهاب حال دون انتقال الارهابيين من المنطقة الى بقية دول العالم العراق حارب داعش والارهاب نيابة عن العالم وخسر مئات مئات الالاف من مواطنيه وهذا كله حقق سلما افضل على الصعيد العالمي وحقق سلما اكثر على الصعيد الاقليمي وخفف كثيرا من انتقال الجماعات ومن هذه المنطقة الى بلدان اخرى هذا الدور المركزي للعراق في التصدي لشرور الارهاب ودحره اكسب العراق موقعا مهما في صناعة الحدث العالمي وهو ما نوه اليه سيد عبد المهدي بقوله ان العراق بحاجة الى الدعم في مواجهة الارهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ من جهتها اكدت ومن بغداد ان بلادها تلتزم بشراكتها مع العراق في محاربة الارهاب بل تتفق مع الرأي القائل ان الاوضاع على الحدود مع سوريا ليست مقلقة للعراق وحسب بل للعالم اجمع ومن هنا جاء قولها انها ناقشت مع عبد المهدي الحلول اللازمة لانهاء الصراع في سوريا والمنطقة النرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق قد ناقشنا هذا الصباح في اجتماعنا وضع الحرب ضد داعش وكيف سنستمر في هذا الحوار من اجل ايجاد حل للصراعات في سوريا والمنطقة اجمع مما سينعكس ليس فقط على الدول الجوار وانما على اوروبا هذا التطور المحوري الخاص بالحدود مع سوريا واتخاذ السبل العملية في التصدي لاي انتقال للارهابيين من شرقي الفرات الى العراق كان في صلب زيارة وزير الدفاع نجاح الشمري يرافقه وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع الى مناطق الحدود ضمن قيادة عمليات الانبار والجزيرة ونينوى الشمري تأكد من جاهزية القطاعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا في وقت تم فيه القاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارينة داخل الاراضي العراقية هذا خلال الامن اللي حدث بسبب دخول القوات التركية الى سوريا استطلعنا اليوم الحدود العراقية السورية افتداء من قاطع عمليات الانبار وقاطع عمليات الجزيرة وكذلك قاطع عمليات نينوى اطلعنا على المواطف الكامل اطلعنا على الحدود الكامل هناك بعض الثغرات اللي نأمل انه تغلق فيها الى ايام القادمة تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر الارهابية الى الاراضي العراقية هو حجر الزاوية في عملية واسعة بات العراق مرجعا للعالم في عملية المواجهة الواسعة للارهاب والانتصار عليه مما يدفع بقادة العالم الى التوافد على بغداد وتأكيد التضامن والتعاون معها وهو ما اكده المؤتمر الصحفي المشترك لعبد المهدي ونظيرته النرويجية